خلينا نسمع تصريح الرئيس النهاردة نصاً وهنرجع نكمل الكلام التعاون والتنمية أفضل كتير من أي حاجة تانية وأنا رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال أنا رسالتي هنا للأسيوبيين أن يعني النهاردة أنك أنت تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو في أريتريا أمر متاح بالوسائل التقليدية أنك أنت تأخذ يعني يبقى لك فرصة أنك أنت تستفيد من المواني اللي موجودة في الدول دي أمر محدش أبداً يرفضه ولكن محاولة أنك أنت تقفز على أي أرض من الأراضي عشان تبقى الأراضي دي تم السيطرة عليها بشكل أو بآخر زي الاتفاق اللي هو مع أرض الصومال طبعاً ما فيش حد حيوة فعلاً كده بالمناسبة أنا عايز أقول لنا كلنا أن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها حقوق والتبقى اللي مساق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تأديد لها وإحنا طبعاً مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حق إحنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة إحنا مش هنسمح أن حد يهدد الصومال ومش هنسمح أن حد يمس الصومال وأنا بقولي الكلام ده منطقة الوضوحة محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها خاصة لو أشقائها طلبوا أن إحنا نبقى موجودين معهم إحنا مش ما بنغيش أبداً غير البناء البناء والتنمية والتعمير طيب شوف بقى في الجزء ده بالتحديد فخامة الرئيس بدأ كلامه بالحديث المنطقي جداً على الاتفاقات وأهلاً وسهلاً وقال تحديداً ووجه كلامه بشكل مباشر أنا بقى خاطب إثيوبيا إنه ما فيش أي مشكلة خالص في إنكوا تعملوا الاتفاقات بالطرق التقليدية سواء إذا كان مع الصومال أو جيبوتي أو إريتريا وإنه ما فيش أي مانع على الإطلاق من إنكوا تعملوا اتفاقات علشان تقدروا تحصلوا على حقوق في استغلال بعض المواني في الدول الثلاثة طالما أنها بالطريقة التقليدية لكن مسألة القفز والذهاب على عقد اتفاق مع إقليم به مجموعة منشقة تحديداً طبعاً رسول سيد خامة الرئيس ما قالش التفصيلة دي لكن قال هتذهب إلى أرض الصومال عشان تعمل اتفاق بعيداً على الحكومة الإتيوبية فده أمر مرفوض إحنا مش ضد التنمية خالص ده كلام الرئيس وخبلاً بعد كده الرئيس استطرد في كلامه وقال إيه قال لكن إحنا كمان لن نسمح بأي اعتداء أو تعدي أو تهديد للصومال لن نسمح لن نسمح دي اللي هي إحنا بقى هنا مصر وقال خلينا ما ننساش الصومال دولة عضوة في جامعة الدول العربية وليها حقوق في ميثاق الجامعة واتفاق الدفاع المشترك خصوصاً إنها طلبت إذن منزل الذي يغامر بكل مقدراته في مواجهة مصر ده بجد مين اللي مستعد يغامر بقدرة مصر ومصر أذرعها طويلة جداً تروح وترجع عادي